اهلا بكو اصدقاء اليوتيوب وكل سنة وانتو طيبين عام جديد سعيد علينا كلنا ان شاء الله تمام النهاردة هنتكلم على نظرة عامة على حالة سوق العملات الرقمية وعلى الاقتصاد العالمي هقول النهاردة اخبار مهمة جدا هتؤثر في قراراتك في البيع والشرق طول السنة 2022 فهقول اخبار جيدة جدا فاسمع وانفضلك ركز مش مجرد تسمع لا ركز عشان تعرف المعلومات جيدا لان ده حيأثر في قراراتك عشان ما تيقسش فجأة من السوق وتبيع بخسارة بالعكس ده فيه فترات ممكن تشتري فيها او تصبر لغاية ما السوق ينطلق لانه حينطلق مليون في المية فاسبروا لغاية نهاية الفيديو افكركم من دعوكم القناة اللي بعمل لايك وشير للفيديو لو حبيته واشتركوا في القناة في صندوق الوصف فيه لينكات المنصات اللي حابب يسجل في المنصات كوين بيز وكريبتو دوت كوم وباينانس وفيه ليتجار نانو المحفاظ البردة اللي حابب يشتريها موجودة برضا في صندوق الوصف وفيه معلومات مهمة في صندوق الوصف المهمة ابتدي عشان ما طولش عليكم طبعا شايفين سوق الكريبتو بادي سنة 2022 باللون الأحمر بس ده مش هيستمر كتير لان الأخبار اللي حقالها أخبار قوية جدا فتسمعوا وركزوا معايا حنقول الاقتصاد العالمي عموما وده اللي حيأثر على الكريبتو في الفترة الجاي اصبروا بس معايا هنتكلم هنا على أول خبر هنتكلم على توقعات الاقتصاد البنوك لان فيه خلي بالكو فيه علاقة أكيدة بين حالة الاقتصاد العالمي وسوء الأسهم وبين العملات الرقمية فلابد أن أوضح توقعات المؤسسات العالمية المؤسسات العالمية لحالة الاقتصاد لعام 2022 من بدايته لنهايته أولا توقعات البنوك العملاق جي بي مورغان طبعا كلنا عارفين جي بي مورغان العملاق ونظراته الإيجابية وجهة نظره بيتكلم على هو بيتكلم على وجهة نظره على الاقتصاد العالمي في 2022 بيقولك 2022 ستكون سنة الانتعاش العالمي الكامل ونهاية الكوفيد وده صحيح في سنة 2022 والرجوع للحياة الطبيعية ده وجهة نظر جي بي مورغان تمام جي بي مورغان بيتكلم على إيه بيتكلم هنا على يتوقع يحدث نمو في الجي دي بي في الولايات المتحدة زي ما انتم شايفين على الشاشة 3.8% وفي أوروبا 4.6% وفي الصين 4.7% طبعا الاستثمار في الصين أفضل بكتير من أمريكا دلوقتي عموما يعني وبيتوقع أن يصل مؤشر جي بي مورغان بيتكلم على أن يتوقع يصل مؤشر S&P 500 في نهاية 2022 إلى 5050 مع العلم أن المؤشر سنة 2021 وصل لـ 4800 يعني في نموه حوالي 5% يتوقع صعود سعر سعر النفط من 88 دولار إلى 90 دولار في نهاية 2022 يعني نموه 16% في سوق النفط وده طبعا كل الناس بتنصح بالاستثمار دلوقتي في مجال الطاقة والنفط تمام في توقعات أصبروا معايا للنهاية هتعرفوا إيه علاقة الكلام ده بالعملات الرقمية شركة كبيرة برضو بلاك روك توقعاتها إيجابية تتوقع بلاك روك أن يصل مؤشر S&P 500 من مش بقى خمسة مش خمسة في المية من 12% إلى 15% بس لكن تقول تقول أن التضخم مستمر يعني التضخم مستمر ولكن S&P 500 هيوصل من 12% إلى 15% الأسهم بتاعته هتزيد طب فيه الخبر التاني من مورجان ستانلي دي العماليقة أنا بجيب لكم أخبار العماليقة تتوقع مورجان ستانلي أن التضخم سوف يقل بالتدريج مع التوضيح أن 40% بصوا بقى إيه علاقة الكلام ده وإيه اللي بيحصل لنا في سوق كريبتو عموما مع التوضيح أن 40% من شركات اللي موجودة في الـ S&P 500 الآن تمر في بير ماركت بير ماركت ليه تمام و60% من شركات التي نصدق تمر بير ماركت وهذا أيضا يؤثر بشكل أو بآخر على سوق العملات الرقمية يعني مش العملات الرقمية بس اللي حصل فيها الركود ده لا ده فيه أسهم كتيرة أنت فيه أسهم طبعا طلع اللي هي الطب العشرة الطب أو الخمساشر الطب في الـ S&P 500 الكلام ده زي تيسلا وغيره ده منتعشة جدا ولكن بقيت الأسهم فيها بير ماركت فده خلي بالكو ده مش بس العملات الرقمية فيها مشكلة لا ده في العمومة الاتصاد العالمي فيه ركود بس الركود مؤقت مش هيبقى استمر فترة طويلة تمام طبعا وإذا أيضا يؤثر بشكل أو بآخر على سؤال العملات الرقمية يتوقع مورجان استانلي أيضا أن نمو ليصل في سعر النفط البرميل هيوصل لـ 90 دولار يعني نمو 16% أيضا زي JP مورجان تمام طب فيه الخبر ده على ياهو فينانس بيتكلم على جولدبان ساكس العملات جولدبان ساكس بيتكلم بقى على التوقعاته جولدبان ساكس ونظرته الإيجابية عام 2022 يتوقع أن يصل S&P 500 لـ 5000 يعني أكثر من توقعات JP مورجان الذي توقع أن يصل S&P 500 إلى 5050 تمام وتوقع أن الربحية للسه هتصل 8% يتوقع أن الربحية للسه هتصل 8% يعني بمعنى أن الخبراء المعروفين ومعظم الخبراء بيتوقعوا في انتعاشة قادمة ومن ضمن المعروفين يعني الخبراء منهم واحد اسمه تم لي يتوقع أن النصف الثاني من عام 2022 سيكون أفضل بكثير من النصف الأول فاكرين أقول لكم دايما استثمر على long run استثمر على المدى البعيد ما تشتريش تبقى عايز العملة الرقمية تنطلق بكرة أو بعده لا أصبر شوية لأن دا على المدى البعيد هيكسبنا كلنا تمام فبيقول لك النصف الأول النصف الثاني هيكون أفضل بكثير من النصف الأول ويتوقع أن السوق هو يتوقع برضه أيضا يتوقع أن سوق العملات الرقمية سيرتفع بشكل كبير في 2022 يعني الخلاصة خلاصة أن السوق العالمي في عام 2022 سيكون أفضل بكثير من عام 2021 وسوق العملات الرقمية سيتحسن بشكل كبير خصوصا في النصف الثاني من هذا العام 2022 دي خلاصة الأخبار دي هنبص على بعض الأخبار الخاصة بالكريبتو نفسها بس فيه خبر برضو هنا عايز أقول لكم عليه أول حاجة عشان الكريبتو ينتعش لازم السوق العالمي ينتعش أيضا تمام السوق العالمي لما ينتعش الكريبتو بينتعش العملات الرقمية أيضا بينتعش الخبر ده الخبر ده بس الواحده ده فيه أخبار كتيرة فيه أدوية كتير نزلت للكوفيد فيه أدوية كتير يعني في الطريق للنزول للكوفيد لعلاج الكوفيد كان فايزر طبعا أشهرها نزل العلاج بتاعه أو عمل العلاج بتاعه علاج للكوفيد والنتائج بتاعته رائعة جدا وبرضو العلاج الروسي فيه علاج روسي اسمه مير يعني سلام العلاج الروسي برضو قوي جدا وحينزل في الفترة القادمة دي يعني في خلال التلات أربع شهور دول هيحصل علاج للكوفيد وطبعا هيحصل انتعاش في الطيران وفي النقل وفي المواصلات وفي الاستثمار فهتبصت لانتعاشة كبرى في العالم كله اقتصادية بسبب ان الكوفيد قرب ينتهي هونو هيستمر بس هستمر كانفلونزا شبه الانفلونزا الموسمية زي بيل جيتس قال من كام يوم ان هو هنتذكر اللطاح بتاع كوفيد مع اللطاح بتاع الانفلونزا الموسمية واتكلم الكلام ده على اساس اخر السنة او بداية السنة الجديدة فده انا متوقع في خلال الشهور القادمة على النص الثاني من العام ده اللي عام 2022 هيحصل انتعاشة قوية جدا في العالم كله وده هيأثر بشكل قوي جدا على سوق الكريبتو نتكلم بقى على الخبر ده طبعا يمكن فيه معرفش سمعه ولا لأ اجهزة تلفزيونات سامسونج هيبقى عليها بيع NFT وطبعا عارفين الـ NFT لعلقة بالكريبتو فده كل الكلام ده حيعمل انتشار ودعاية واعلان على العملات الرقمية عن العملات الرقمية في كل البيوت على كل التلفزيونات يعني معظم الناس اشتروا سامسونج يعني اغلبية الناس اللي بيشتروا تلفزيونات بيشتروا سامسونج فسامسونج منتشر بطريقة بقوة في العالم فلما كل واحد عنده تلفزيون سامسونج ده بيعمله دعاية لي للكريبتو فلما يحصل دعاء للكريبتو اكتر الناس تبتلي تشتري اكتر كريبتو في قابلية على شراء الكريبتو العملات الرقمية يحصل ايه في السوق ينتعش ويزيد اكتر الكلام ده برضو في خلال الشهور القادمة تمام محتاجة صبر مننا ما نبيعش بخسارة نصبر لان الصبر هيخلينا نكسب في المستقبل قريب عندك مثلا نايب بوكيلي او فيه ناس بتقول لك اسمه ناجيب بوكيلي مش مهم نايب بوكيلي رئيس سلفادور ده بيكلم على ان البيتكوين توقعاتي يوصل للمئة الف دلار وفيه عندك اتنين دولتين حينضموا برضو للبيتكوين برضو حيتبنوا البيتكوين فده طبعا هيؤثر بكتير بقوة على عملة البيتكوين وبالتالي هيشد كل العملات الاخرى لفوق طبعا هيعمل مدينة كاملة مدينة للبيتكوين برضو هيعمل دعاية واعلان للبيتكوين هيعمل دعاية واعلان للعملات الرقمية وحينشر أكتر رملات الرقمية طيب عندك طبعا مؤشر الخوف لحد الآن 29 زي ما انتوا شايفين على الشاشة مؤشر الخوف والجشع 29 ده الفترة اللي الناس بتبيع فيها بتخاف وتخرج من السوق فيها فدي بتبقى الفترات دي أفضل من أفضل الفترات اللي الواحد ممكن يشتري فيها كبداية للاستثمار تمام طبعا عندكم الشيبة زي ما انتوا شايفين الشيبة الشيبة عملة تحرق عملين يحرقوا يحرقوا في الشيبة وصلوا 889 ونص مليون شيبة اتحرقوا طبعا والهدف بتاعهم واحد سنت محتاجين يحرقوا أكتر من كده بكتير عشان يوصل لواحد سنت بس هم مش نايمين شغالين بيحرقوا فده حاجة كويسة مش حاجة وحشة تمام فده طبعا الأخبار دي كلها اللي احنا بنسمع عنها دي كلها دي الأخبار دي بتقول لنا إيه الأخبار دي بتقول لنا إن المستقبل القريب في خلال الشهور القادمة دي سوق العملات الرقمية حينتعش بالكامل مهما كانت العملة مش قوي مش يعني ممكن تكون انت متورط في عملة بس برضو لما السوق بينتعش العملة دي بتطلع معاه وتقدر تحقق منها أرباح أو على أقل تسترد فلوسك بس ما تبيعش دلوقتي بخسار ده اللي أنا بحاول أوصله لكم لأنه الفترة اللي احنا شايفينها دي زي أنا شايف الأسعار الأسعار دلوقتي مش عايزة تطلع لغاية دلوقتي 46 ألف 46 ألف دولار البيتكوين هو نزل ومش عايز يرتد الفوق فالفترة دي فترة خوف الفترة القادمة لما يحصل انتعاشا هو بتأعتقد انه هايبتدي اليومين الجايين دون ده اللي هيحصل يخلي السوق ينتعش جدا وينطلق في كل المجالات وهيحصل تفاؤل في السوق عموما وفي الحياة فهتلاقي السوق الكريبتو وحينطلق وبقوة أنا كنت عايز أطمنكم كل عام أنتم بخير ودايما انتفاؤلوا خير أشكركم يا جماعة وللقاء في الحلقة القادمة سلام يا جماعة